نروح لنادي فيوتشر والجهاز الفني بقيادة تعالي ماهر قرر متابعة مباراة الزمالك ضد الوداد المغربي ولا تقام النهاردة لمتابعة فريق الزمالك قبل مواجهة الفريقين يوم الأربع اللي جايبه ونفسات الدوري الممتزم كان في شكوى حوالين أحمد شكوك حوالين أحمد رفعت أحد أبرز نجوم فيوتشر بسبب الإصابة اللي تعرض لها بكدمة في قدمه لكن عرفنا أنه في الوقت الحالي بينفذ برنامج علاجي عشان يلحق مباراة الزمالك وأن الأصابة بسيطة طبعا فريق فيوتشر استفاد من مشاركته خلال التوقف الدولي واللي فاتت خلال كأس أمم أفريقيا بعد خوض كأس الرابطة ويجهز العناصر الأساسية وكمان البديلة قبل استكمال منافسات الدوري طبعا فيوتشر بيحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد الفوز فيه أربع مباريات ويتعادل فيه ثلاث مباريات ويخسر ثلاث مواجهات أخرى نروح لحساب نادي الاتحاد السكندري على مواقع التواصل الاجتماعي واللي حرس على تهنئة المجلس الجديد برئاسة محمد مصلحي ونشر حساب الاتحاد السورة دي وكتب الأستاذ محمد مصلحي رئيسا لنادي الاتحاد السكندري بقيمته كاملة في الفترة بين 2021 لحد 2025 طبعا نجح محمد مصلحي فيه منصب رئيس النادي بالتسكية كمان على منصب النائب اتحسم لأحمد عيد المجيد بالتسكية عبد المجيد بالتسكية أما العضوية فوق السن حسمها أعضاء قيمة محمد مصلحي وهم إبراهيم شعبان محمد سلامة حازم الرجال محمد خميس إسماعيل محمد أما عضوية تحت السن فحسمها محمد البحيري محمود القاضي بالتسكية طبعا كل التوفيق لي نادي الاتحاد السكندري خلال الفترة اللي جاية